تتواصل مشاركة الفاعلة لوفد الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين في اجتماعات الجمعية العامة الخمس والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلمانية الدولية المنعقدة في مدينة كيغالي في جمهورية رواندا وفد الشعبة البرلمانية استعرض خلال الاجتماعات جهود المملكة والنجاحات المتحققة في مختلف المجالات كما اكد على ما تليه الدبلوماسية البرلمانية البحرينية من اهمية لتعميق التعاون البرلماني مع الدول الشقيقة والصديقة من منطلق ما تقوم عليه الدبلوماسية البرلمانية البحرينية لتعميق الروابط مع الدول الشقيقة والصديقة سجلت الشعبة البرلمانية لمملكة البحرين مشاركة ناجحة في اجتماعات الجمعية العامة الخامسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي الى جانب الاجتماعات التي عقدت على هامشها والتي اكدت خلالها الشعبة دعم الرؤى والمواقف المشتركة التي تتخذها البرلمانات والمجالس التشريعية في الدول العربية والاسلامية ازاء القضايا والموضوعات لتعزيز الازدهار والتنمية للدول والشعوب منفات عديدة ومناقشات مهمة تم استعراضها خلال الاجتماعات في مقدمتها تعريف رؤساء وممثل برلمانات دول العالم باستعدادات مملكة البحرين لاستضافة اجتماعات الجمعية العامة السادسة والاربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي خلال شهر مارس المقبل لابراز هذا الحدث البرلماني الاكبر على المستوى العالم والذي سيشكل انجازا كبيرا ونوعيا في مسيرة البحرين الديمقراطية جاء ذلك خلال افتتاح الجناح الترويجي لمملكة البحرين حيث اطلع رؤساء وموثلوا البرلمانات على المعلومات والبيانات والمواد التعريفية حول مملكة البحرين وما تمتاز به من اجواء التعايش والتسامح والحوار كما تم على هامش اجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي التأكيد على الاعتزاز بمسيرة المرأة البحرينية وسجلها الزاخر بالانجازات والنجاحات على جميع الاصعد وتنفيذ الاستراتيجيات التي ترسخ حقوقها بما يفتح امامها المسارات المتعددة للمشاركة في العمل الوطني والاسهام في تطور مسيرة النهضة والنماء الى جانب استعراض تجربة مملكة البحرين في دعم الشباب وتمكينهم والتي اسهمت في وصول الشباب البحريني الى مراتب متقدمة محليا واقليميا ودوليا كما تم خلال الاجتماعات التشديد وعلى نهج المملكة القائمة على صون حقوق الانسان واحترام كافة القوانين والمواثيق الدولية ذات الصلة فضلا عن حرصها على التطوير المستمر لأدواتها التشريعية والاجرائية والادارية في هذا الصدد كما كان ملفاء التنمية المستدامة وتغير المناخ حاضرين لدى مناقشات الشعبة البرلمانية فتم استعراض العديد من الخطوات والاجراءات الهدفة لتعزيز حماية البيئة والحياة الفطرية والتصدي لظواهر التغيرات المناخية